مساء الخير سؤال مثير للفضول لماذا لم ينهار الروبل الروسي حتى الآن وكيف تمكن الاقتصاد الروسي من الصموت أمام حزم العقوبات الاقتصادية الغربية الغير مسبوقة هو مثير للفضول لأن هناك دول تأثرت اقتصاداتها بشكل كبير وتراجعت عمولاتها بشكل ملحوظ بسبب الحرب في أوكرانيا وهذه الدول فقط تشاهد الحرب من على بعد أهلاف الأميال كان الهدف الرئيسي من العقوبات الغربية على روسيا هو شل الاقتصاد الروسي وانهيار الروبل وبالتالي ترتفع أسعار كل السلع والخدمات في روسيا ينهار مستوى المعيشة تحدث اضطرابات اجتماعية يتم تقويد الدولة الروسية من الداخل لكن هذا لم يحدث كان الروبل عند مستوى 80 ربل للدولار يوم 24 فبراير تأثر الروبل بشكل ملحوظ في الأيام الأولى من الحرب وفقد أكثر من 40% من قيمته ووصل لأدنى مستوى له يوم 7 مارس الماضي عند مستوى 150 ربل للدولار ثم بدأ في التحسن وعود كثيرا من خسائره وعاد إلى مستواه يوم 24 فبراير 80 ربل للدولار ثم تحسن أكثر وأكثر ويتم تداوله الآن يوم 25 مايو 2022 عند أعلى مستوى له في سبع سنوات عند مستوى حوالي 60 ربل أو أقل قليلا للدولار فلماذا؟ ثلاثة أسباب رئيسة السبب الأول مجموعة الإجراءات التي ناجح البنك المركزي والسلطات الروسية بصفة عامة في تطبيقها هل هذه الإجراءات سرية إجراءات كلها معروفة وموجودة في كتب الاقتصاد والفارق الوحيد بين بلد وآخر هل سلطات هذا البلد يستطيع أن يطبقها بنجاح أم لا؟ أول هذه الإجراءات وهي كثيرة جدا نكتفي بأمثلة منها هو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التدهور في قيمة العبلة كانت الفائدة يوم 24 فبراير في البنوك الروسية 9.5% رفعها البنك المركزي الروسي إلى 20% ده معناه أنه بيحاول يطمئن المودعين الروس والمواطن الروسي أننا سوف نعودك عن أي تراجع في قيمة الروبل هذا كان حافظ للمودع الروسي أن لا يتخلى عن الروبل ليحوله إلى دولار أو يورو أو ذهب إلى آخره فتسوق قيمة العملة أكثر وأكثر مع تحسن الأوضاع قام بخفض الفائدة من 20 إلى 17 ثم 14 ثم 11% مؤخرا الإجراء الثاني وضع حظر على أي تحويلات مالية خارج روسيا وقام لاحقا بتخفيف هذا الإجراء ليجعل عليه ضوابط منها أن لا تزيد التحويلات لأي فرض عن ما يعادل 10 ألف دولار في الشهر الواحد قام بفرض ضوابط كثيرة على البورصة الروسية منها على سبيل البثال منع تخارج الأجانب من الأوراق المالية التي استثمروا فيها في السوق المالي الروسي منع بعض الإجراءات التي يعني تسمح بعملية بيع جماعي كبير مثل إجراء الشورت سالينج اللي بيستثمر من حضراتكم في البورصة يعرف ما هو الشورت سالينج واللي ما بيعرفش الخلاصة أنه الإجراء منع الشورت سالينج والإجراءات الأخرى حالت دون موجة بيع جماعي كبير لأن البيع في البورصة مثل الأسواق الأخرى يؤدي إلى مزيد من البيع وبالتالي انهيار وبالتالي ضغط على العملة الروسية أكبر الشركات الروسية المختلفة التي تتعامل مع العالم الخارجي على تحويل 80% من عوائدها إلى الروبل الروسي وطبعا قام بالإجراء الشهير الذي خصصنا له حلقة على إجبار الشركات الغربية التي ترغب في شراء الغاز على شراء الغاز بالروبل وليس بالدولار أو اليورو أستاذنكم أن تعودوا إلى الحلقة حتى لا نعود أو حتى لا نكرر ما جاء فيها الخلاصة أن المسؤولين في روسيا وضعوا الحفاظ على قيمة الروبل أولوية مهما كلفهم الأمر يعني إيه مهما كلفهم الأمر؟ هو كل إجراء له تكلفة وله عائد يعني العائد هو إنقاذ الروبل من الانهيار وبالتالي إفشال المخطط الغربي في تقويد المجتمع الروسي أو الدولة الروسية التكلفة كبيرة جدا كل إجراء من هذه الإجراءات مكلف وله آثار جانبية خطيرة رفع أسعار الفائدة يعني حد من الاستثمار ما فيش حد يبقى متحمس للاستثمار في بلد الفائدة في حوالي 20% لما تضع قيود على تحويلات مواطنيك للخارج لما تضع قيود على تخارج الناس من البرصة كل هذه أمور منفرة لكن أي دولة في حالة حرب بتتخذ إجراءات استثنائية وتضع ترتب أولوياتها كما تراه مناسبا لها وقد رأى الروس أن الأولوية الأولى في هذه المرحلة والحفاظ على قيمة الروبل وقد نجحوا فيه ووصلوا إلى حد أنهم قاموا بتغطية العملة بالذهب لعدة أيام كل من يريد أن يشتري جرام ذهب فهو عند سعر ثابت 5000 ربل ثم سرعان ما تراجعوا عن هذا القرار السبب الثاني في الحفاظ على الروبل عند مستوى وارتفاع قيمته هو طريقة تعامل الغرب مع العقوبات التي فرضوها على الروس فرضوا عقوبات هائلة جدا خلاصتها كده لا نبيع لهم ولا نشتري منهم لكنهم اضطروا أن يجروا مجموعة من الاستثنائات القليلة ولكنها بالغة الأهمية يعني استثنوا من العقوبات صدرات الطاقة الروسية خصوصا البترول والغاز بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية الأساسية جدا مثل القمح طيب الاستثناءات القليلة ديت أدت إلى تخفيف أثر العقوبات بشكل كبير جدا على الروس لأنه البترول والغاز بيعودوا على الخزان الروسية بعشرات المليارات منذ اندلاع الحرب وإلى الآن بصفة عام صادرات الطاقة في روسيا بتمثل نحو 50% من إجمال الصادرات الروسية كلها وما لا يقل عن 30 وأحيانا 40% من إيرادات الخزانة العامة الروسية لما تستثني البترول والغاز لما تستثني السلع الرئيسية هذه العقوبات لن تكون بالغة التأثير خصوصا إذا أضفنا أن الروس لديهم أسواق أخرى يمكنهم أن تعود العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم من الغرب يمكنهم أن يتوجهوا إلى الصين يمكنهم أن يتوجهوا إلى الهند يمكنهم أن يتوجهوا لإفريقيا للشرق الأوسط إلى آخره لا تنسوا أيضا أن العقوبات نفعت الروس بشكل غير مباشر لأن هذه العقوبات رفعت أو ظروف الحرب كلها رفعت من أسعاد الطاقة البترول والغاز والقمح إلى آخره في أي تراجع في قيمة الصادرات الروسية كما في البترول والغاز والسلع الغذائية تم تعويضه بالفارق الكبير في السعر ما كانوا يصدرونه من البترول مثلا عند مستوى الستين تجاوز الآن تجاوز الآن المئة وعشرة دولار للبرميل الواحد وهكذا هناك تقديرات غربية أن عوائد روسيا من الطاقة هذا العام سوف تسجل رقما قياسيا هي في المتوسط بتسجل حوالي 200 دولار في السنة التوقعات أن هذه العوائد سوف تتجاوز 320 مليار دولار طبعا بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز ما يعني زيادة أكثر من 30% عن عوائدها العام الماضي رغم العقوبات الأمر الثالث والذي لا يحظى باهتمام كبير في وسائل الإعلام الغربية إما عن غرض أو عن جهل هو قوة الاقتصاد الروسي ومرونته عادة بيتم اختزال الاقتصاد الروسي في رقم واحد وهو رقم الجي دي بي أو تحديدا النومنال جي دي بي أو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الإسمية الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية لما ينتجه بلد ما من خدمات وسلع في سنة كاملة وبالتالي بناء على ذلك بلد زي المغرب مصر اليونان الأردن أي بلد بيقول إجمال ما أنتكته من سلع وخدمات في هذا العام بالعملة المحلية وسوي كذا ثم يتم تحويل قيمة هذا الرقم بسعر الصرف أمام الدولار ويبان كل دول العالم وبنجد أن الولايات المتحدة في القمة 22 تريليون دولار ثم تأتي كل دول العالم تباعا بهذا المعيار الجي دي النومنال جي دي بي أو الناتج المحلي الإسمي الاقتصاد الروسي صغير إلى حد كبير قيمته في المتوسط 1.5 تريليون دولار لكن هناك معيار آخر بيراعي معادل القوة الشرائية كم يشتري الدولار في أمريكا وكم يشتري ما يعادل هذا الدولار في روسيا أو في مصر أو في المغرب المعادل ده بيسموه البرتشسينك باور بارتي أو معادل القوة الشرائية بالمعيار ده بنجد أن الواحد ونص تريليون دولار الروسية بتساوي تقريبا حوالي أربعة ونص أو خمسة تريليون دولار كل سنة وبالتالي بتنافس الروسيا على المركز الخامس أو السادس كأكبر اقتصاد في العالم للتوضيح أكتر الالفين دولار بيساوي حوالي أربعين ألف جنيه مصري أسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في القاهرة تستطيع أن تعيش بشكل معقول بالأربعين ألف جنيه أسرة أمريكية مماثلة تعيش في نيويورك علشان تحصل على نفس السلع والخدمات التي تشتريها الأربعين ألف جنيه في القاهرة قد تحتاج إلى أضعاف الألفين دولار ستة الاف تمنتلاف عشر تلاف دولار وبالتالي العشرين جنيه مصري بتساوي بتشتري السلع وخدمات في القاهرة أكثر مما يشتريه الدولار في نيويورك حيث مستوى المعيشة الغالي نفس القصة الستين روبل أو التمانين روبل اللي بيساوي دولار التمانين روبل بتشتري السلع وخدمات في روسيا أكثر مما يشتريه الدولار في الولايات المتحدة وعليه فإن ما يعبر عن حجم الاقتصاد الروسي هو ناتج المحل الإجمالي مقوما بمعادل القوة الشرائية أكثر من الناتج المحل الإجمالي بالقيمة الإسمية المعلومة دي ليست محل خلاف وفي كل عام البنك الدولي وسندوق النقد والمؤسسات المالية بتضع قائمتين قائمة الجيني بي بالأسعار الإسمية وبتتصدرها الولايات المتحدة ثم قائمة أخرى اللي هي بتراعي فيها معادل القوة الشرائية وفي هذه المعادلة أو في هذه القائمة روسيا بتنفس على المركز الخامس أو السادس في العالم وبالمناسبة في هذه القائمة بتأتي الصين كأكبر اقتصاد في العالم تتلوه الولايات المتحدة المعلومة لمحل جدال هو من أين يتحقق الناتج المحل الإجمالي لدولة ما الناتج المحل الإجمالي بيتحقق من أنشطة اقتصادية متعددة بيتم تصنفها تحت قطاعات رئيسة الصناع الزراعة الخدمات البناء والتشهيد النقل إلى آخره في دول بتحقق ناتجها المحلي بشكل متوازن من كل هذه القطاعات وفي دول بتحقق ناتجها المحلي بشكل غير متوازن بالتوسع في قطاع على حساب القطاعات الأخرى دولة دخلها تريليون دولار ودولة أخرى الناتج المحلي الإجمالي لها تريليون دولار أيضا لكن تريليون الدولة الأولى جاء بشكل رئيسي من قطاعات الاقتصاد الحقيقي يعني الصناعة والزراعة وخدمات أساسية جدا لمواطنيها والاقتصادها وتريليون الدولة الأخرى جاء بالتوسع في قطاعات السياحة والبناء والتشهيد وتجارة التجزئة والخدمات المالية على حساب الصناعة والزراعة هل يستويان يعني الدولار اللي بيأتي من الصناعة والزراعة مثل الدولار الذي يأتي من تجارة التجزئة والسياحة خصوصا في أوقات الأزمات وداخل الصناعة والزراعة هل يستوي الدولار الذي يأتي من القمح مثل الدولار الذي يأتي من الفراولة هل الدولار الذي يأتي من صناعة الأدوية مثل الدولار الذي يأتي من صناعة العطور في فرق ايه؟ اقتصادين محترمين بيقولوا يستويان الدولار اللي بيجي من الفراولة زي الدولار اللي بيجي من الأمح لأنك لو كان عندك ميزة نسبية في زراعة الفراولة وتوسعت فيه هأتيك حصيلة جيدة من الدولارات أو من العملة المحلية وبناء عليه تستطيع أن تشتري ما شئت من ذرة وقمح من دول أخرى لأن في دول أخرى مضطرة لزراعة القمح والذرة ولديها فائد ماذا سوف تفعل بهذا الفائد؟ هي مضطرة لأن تبيعه لمن يملك الدولار وأن تتملك الدولار الذي جاءك من السياحة أو الفراولة أو من أي أنشطة قد لا تكون بالغة الحيوية أو الاستراتيجية لكن في فريق آخر بيرى أن الأمرين لا يستويان ومنهم مثلا أستاذنا الدكتور إبراهيم العسوي المشغول بفكرة استقلال القرار الوطني والاعتماد على الذات من سنوات طويلة وبيقول لا الأمران لا يستويان طوال الوقت لا بد للدولة الحريصة على أن تحقق أمنها الاقتصادي والدرجة كبيرة من الاعتماد على الذات أن تركز على النشاط أو على الاقتصاد الحقيقي أولا الصناعة والزراعة ثم الخدمات في درجة أخرى أو في درجة تالية وداخل الصناعة والزراعة بنركز على الصناعات الاستراتيجية وبنركز على السلع الحيوية أو المنتجات الزراعية الحيوية وإلا سوف تكون الدولة منكشفة منكشفة يعني إيه؟ منكشفة يعني معرضة لدغوط العالم الخارجي لن تكون قادرة على مقاومة الدغوط الخارجية خصوصا في أوقات الأزمات وروسيا مثلا على سبيل المثال الآن في أزمة ومعرضة لدغوط اقتصادية تشبه الحصار في حالة روسيا الناتج المحل الإجمالي لها جزء كبير منه بيأتي من صناعات مهمة بيأتي من زراعات حيوية بيأتي من صادرات مهمة جدا لا تستغني عنها روسيا ولا الدول التي تستوردها زي الطاقة على سبيل المثال وعليه فإن روسيا وإن بدى الناتج المحل الإجمالي لها صغيرا مقارنة بدول أخرى ولكنه يتحقق من قطاعات حيوية تمكنها من قدر كبير جدا أو نسبيا من الاعتماد على الذات مقارنة بدول أخرى بيأتي ناتج المحل الإجمالي لها من السياحة وتجارة التجزئة والخدمات المالية وهي صناعات فلنربل أو هشة يمكن أن تتأثر بشكل كبير جدا إذا تعرضت دولة ما لما تتعرض له روسيا الآن محرر الإيكونوميست قال مرة إن لو أن هناك اقتصاد واحد يمكنه أن يكون اقتصادا مغلقا بنقصين مغلقا يعني قادرا على الاعتماد على نفسه أو الاكتفاء بنفسه فسوف يكون هذا الاقتصاد والاقتصاد الروسي وحده يبقى السؤال الأخير والمهم جدا هل معنى ذلك أن العقوبات الغربية ليست مهمة وأن تأثيرها منعدم وأن الروس قادرون لمقاومة العقوبات الاقتصادية الكبيرة إلى الأبد الإجابة الواضحة جدا أن العقوبات الغربية خطيرة ومؤثرة أثرت وتؤثر وسوف تؤثر أكثر ولكن هذا الأثر لن يكون فوري وأن هذا الأثر لن يكون ساحق معك كما تخيلوا وأن هذا الأثر لن يصيب الروس وحدهم ولكنه سوف يصيب أيضا الدول التي تفرد هذه العقوبات على الروس وقد رأينا الأثر يتجاوز الروس ليصيب العالم كله ومنهم الدول الغربية هل يستطيع الروس لمقاومة الضغوط الغربية إلى الأبد الواضح أنهم قادرون على الصمود لسنوات طويلة خصوصا مع قدرتهم على فتح أسواق أخرى وزيادة التعاون مع الصين والهند والبرازيل والشرق الأوسط وإفريقيا لكن كل شيء وارد لأننا أمام حدث كبير جدا وكل يوم الغرب بيفكر في عقوبات جديدة على الروس وكل يوم الروس بيفكر في ردود لإبطال مفعول هذه العقوبات وكان آخر هذه الإجراءات الأمريكية محاولة دفع الروس إلى الإفلاس بمنع البنوك الأمريكية من الإفراج عن جزء من الأرصدة الروسية لسداد ما على الروس من التزامات انتجاه مستثمرين أمريكان كانوا قد أقردوا الروس قبل الحرب وهذا حدث سوف نخصص له حلقة أخرى إن شاء الله ونبين آثاره وماذا يمكن أن يحدث لكن الخلاصة أن كل يوم فيه جديد وكل شيء وارد ومع هذه الحرب ومع هذا الصراع يكون لنا حلقات أخرى إن شاء الله أشكركم وإلى اللقاء